مرحبا معكم توني والليوم رح نحكي ليه فيلم اليوم حابب احكي معكم بموضوع هو اساس اللي خليني ابلش اعمل هايتي تشانل وصورها هالفيديوز وهو باسيكلي وقت اروح كون عم بصور و عم بستعمل الفيلم الكاميرا استبعولي بيجوا بيسألوني انه ليه عم بتصور انا لو فوتوغرافي ليه عم بتصور فيلم كاميرا مش ديجيطال والحقيقة فيه كون الجواب انه وينوت هيك بس مظبوط فيه كزا جواب لهيدا الموضوع وموقت لوقت كيف برجع بفكر فيها تاعرف هالياتورة عم ضيع وقتها انا وعم بساور صور وحطونا على فيلمز وظاهرون انه هابي تسلاية ولا عم بستفيد منها ولا شو الهدف الموضوع هيدا الشي رح نحكي عنه اليوم بساورة عم بحكي مع حالي وانتو رح تتسمعوا الي شوي واذا عندكم اسئلة او اي شيء عباكن هكي تنقشون فيه بليز تشوه تحطوا بالكومنت دون بلوه بساورة في كزا نقطة من الموضوع أول شيء البروزس طبعا الفيلم الفوتوغرافي يعني كل العالم عواضين بالموبايل سابعهم في كاميرايات و الموضوع كتير سهل تقبوز كابستين بتضول كاميرا و ثم تاخد صورة و موصد لتايم هول الصور بتنسيهم حتى أوقات يعني إذا ما بعدت ضغري لحدا أو سيفتا و عملت فيها شيء و ممكن تنسى بعدين بتشيك بتطلع لك صورة و موصد لتايم ما تستعملون هول الصور أتليست هدا الكني يصير معي البروزس طبع الفيلم فوتوغرافي هو أول شيء بتبلش في موقتها بداخت تشتري الفيلم يهف تو تشوز بداخت نقي اي نوع فيم بدك يا شو الايزور بدك يا هولي كلهم اسئلة بدون أجربة قبل بوقت قبل ما تروح تشتري يعني بدك تعرف مش متل الديجيطال كاميرا يهف تو ستتب انتل اي اسو تبعك أو على الموبايل حتى ما تفكر بالموضوع لأ هون فيه ديسجن بكتاخده قبل يعني انا بدععرف حالي هيدا الفين بدي صوره بره بدي صوره جوه شو الاوتبوت بدي ايه هيدا كله البروزس بتكتفكر فيه بالأول بتا تاخد هيدا الديسجن واحد اثنين البروزس تبع التصوير بالمبدأ كل شي فيلم فوتوغرافي هلا طبيعة الحال عندك 36 صوره هوقات اكتر شوي ستة وثلاثين صوره كمبارد للديجتال فوتوغرافي انا رايح صور يعني اوقات بروح مشوار لك ثلاثة اربع ساعات مع اصحاب اذا معي الديجتال كاميرا فيه صور ثلاثمائة خمسمائة صوره مثلا ما بتفكر فيهم كتير يعني بتشيل الكاميرا تكتك 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 بتبلش بترتق صور شمال ويمين كيف ما كانت البروزس توصل على البيت بقى تشوفهم ديباجة شوية يعني عندك ثلاثمائة اربعمائة صورة واذا عمفتحك 24 ميجابيكسل ميجابيكسل كاميرا او حتى هلا عم يوصل ال 42 وهيك كل صورة ممكن يكون حجمة عم نحكي بال العشرين لل الاربعين ميجابايت ممكن اكتر او هاد بس تتطلع فيهم مع او تاختك ساعة و ساعتين بينما بالفيلم الفوتوغرافي عندك 36 صورة وكل صورة حقنا مسالي بمعنى بتفكر قبل ما تاخد الصورة بتطلع فيها هل تحل زي نصورها بتطلع او كي اي او لا في دايما بروسسس فيه thinking انت عم بتصور بما انه كمان انت مع بتصور بتطلع بتشوفها او كي تطلع بتطلع بما او ناخد الصورة لا هادا الشي بتصوره لبعدين انت تشوف مو طلعت النتيجة هادا النوضوع بتخليك تفكر اكتر بال الاتفاق شو تعمل شو الاتفاق شو الاتفاق بدك كل هالتفاصيل بتفكر فيهم اكتر هايدي من ناحية التصوير بتبطي البروزيس طبعولك بالتصوير بتاخد وقتك اكتر وبصير تستوعب الموضوع اكتر شغلة تالتي كمان البروزيس طبعا تزيير هلا بطبيعة الحال فيك تروح تتحطي بمحل بيزاهر لك ايه بتجي تاني مهار بتاخدهم خالصين بس هيدا شي كنت اعمله انا من زمان بس هلا قليتلي بلشت اعبع حالي شوية اكتر وبلشت اعمل عندي بالبيت مينلي ابيض واسود بس بظاهر وهيدا الشي ومسلة ومسلة ومشبه مش بحاجة لحدة يعني ولا تروح لمحل ولا تجي انا بصويت بنزل انا باللد مثلا على الفارك تحت البيت بصورهم صور بطلع البيت بده عشرين ديئة او خمسة عشرين ديئة تفوت على الحمام بسك البيت بظاهر الفين اه 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 بنفس الوقت بمعنى بتكون صورت الصور وما شايفهم وما عارش وطالع معك وبيضل براسك الموضوع عم بيبروم عم بيبروم ناطير تتوصل على البيت تتظهرون تنتر هاتمعشر ديئة انت وعم بضعم الديفلوبمنت والفيكسينج وكلها التفاصيل وبعدين انا بس بتتعلق الى الفيلم عم نشيف ننزل انا تطلع تطلع فيه ستاب تبع السكانينج بعدك تضبط الستات اوب وتصورهم ترجع تحطهم على الكمبيوتر تبعك وتنفر تطلع لك البيت الكل التطلع خبرياً تسليك وبنفس الوقت بتعلمك أصص وبنتبه لأصص ما كنت منتبه لعظة اذا عم تصور ديجيتل فوتوغرافي الشغلة كمان في الفيلم فوتوغرافي هي إذا بدك التطلع لك بطبيعة الحال هناك مشاكل هناك مشاكل الكاميريات اقدام كثير بطبيعة الحال اللانسات اقدام ثلاثة ارباعهم هول فيه قلبهم فيه غبرة او صمو دم فيهم شوية فونجس ومنهم كثير مثل نيو لانسات بطلع فيهم دفويات كثير الصور بس هيدول الدفويات انا برايه هن هيدول الصور الكاركتر اللي كاميريات هيده كاميرا كاميرا حتى اوقات الغبرة الموجودة على الفيلم او هيدا بتطلع من ناكاتف للبوزيتف بتبين هيك مثل زياه كل هيدا بيعطي طابع مميز للصورة وبتخلق هالعلاقة بعينقل بين هيدا هيدا الفين اللي انت زهرته اللي انت صورته باسيكلي انت عملته للفين من ماشي يعني انت جبت ستريب فيلم صورته نقيت نقيت كيف بدك تطلع الصورة رجعت انت شخصيا رجعت وزهرت ورجعت عملت له سكان وانت عم تعمل سكان رجعت بعدين عم تعمل بتضبط فيه قصص يعني انت بتطلع الصورة اللي انت بدك ايها بصين عندك ريليشنشيب اكتر مع هو للصور يعني مش عبارة عن اخذنا سناب اميج وصارت بالجالري وخلصنا لا فيه 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 علاقة اكتر من هيك وبتصير تعرفة للصورة اذا بدك اكتر من اذا عم تصور انا بلاقي الفيلم فينا نقعد نحكي لبكرة عن الموضوع فيه كون شوي عم بستطرت كمام وحلات معي يعني بس انا براقي الفيلم لازم يبقى الفيلم من عبر التاريخ يعني من كتير زمان عم نحكي من العشرينات او قبل من الثلاتينات و ايضا قبل هيدا بس انه هول اللي انا شوية مضطرق عليهم كانوا دير دوكومنتنج اذا بدك التاريخ كله عبر هيدا الميديوم اللي هو الفيلم اه اه براقي we have to keep it لانه الفترة الصغيرة اللي انا عم صور فيها فيلم فوتوغرافي تعلمت قد ما صلي اكتر من عشرة و 15 سنة عم اتعلم على الديجتال كاميرا ليه؟ لانه بطقت الامور اه و وهيدي الدييركشن اللي هي تصوير الفيلم كمانا اه اذا بدك درب طويل كتير يعني بمعنى بتبلش انت ب اه 35 مليمتر هول الرول فيلم كاميرا الستاندرد اللي منعرفون اه بعدين اه بتبلش تفهم انفرق بين اسرار ورانج فايندر بعدين اه بس تتمكن منه نهو بتصوير يوانت مور فيه تروح على الميديوم فورمات الميديوم فورمات اللي هي كانت برأيه من زمان بقى حالة اللي ميديوم فورمات ما افكر فيها اه 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 بعدين تلاحظ اه بس باني انترسنك بمحلات معينة بيطلع لك نتيجة احسن من الديجتال اه اكيد اذا ما رحت مثلا 6x4.5 6x6 6x7 6x9 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 عم بيطلع لك فين بهالحجم اللي هو خمسة مرات اكبر من فول فريم كاميرا اه سنسر اه ميجا بايت اه اه وبعدين فوق هيدا بتروح على الارج فورمات اللي هي خبرية بحد ذاتها يعني بدك ستبط طويل عريض ومشوار ونص ساعة تاخد صورة واحدة سواتخيل قدي بتاعتي وقت وقدي تتفكر بهيدي الصورة اللي بدك تاخدها اه و وقدي الاكسايتمنت والساتسفاكشن تطلع لك بعد ما تظهرها لهالصورة وتشوف شو طلع معك الموضوع موضوع موضوع اي ريلي ريكماندد يعني للكل ما في اشي الكاميرايات الخاص يكن جد اصاص عم نحكي بالعشرين تلاتين دولار بتبلش بتشتري الكاميرايات اه والفين شو دو حقه يعني كوذرة عشر دولار اه نات ايفن يعني اه هون بالملطقة شوية غالي بس انه بفيك تلاقي بخمسة دولار ستة دولار فلومة بتتسلى بالموضوع وبتتعلم كتير اه باسيك اللي عملتها دار فين كلماء الازع حدا سألني لفين فوتوغرافي يابد اقللون هيك يابد اقللون احضروا الفيديو لا تبا شهر دار اه بس اینجس احضروا انتظروا احضروا ثانا حاول صورة موسيقى ليد ثانا متش موسيقى شكرا